ألمانيا تخشى نفاد مخزونها من الغاز في الشتاء الحكومة الألمانية تراهن على كميات الغاز المخزنة حالياً لكنها تبدي مخاوفها من تقلبات الطقس رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات المسؤولة عن مراقبة وإدارة الطاقة كلاوس مولر حذر من نفاد مخزون البلاد من الغاز في غضون أيام قليلة من الطقس المتجمد وسبق للحكومة الألمانية أن طمأنت شعبها بشأن مخزون الغاز قائلة إنه بلغ 99% من الطاقة الاستعابية لكن رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات عاد ليوضح أن هذا المخزون يكفي لتسعة أو عشرة أسابيع فقط وبشرط أن يكون فصل الشتاء متوسط البرودة وقال المسؤول الألماني إنه كلما أصبح الطقس شديد البرودة فإن ذلك يؤدي لزيادة كبيرة في استهلاك الغاز وسبق للحكومة الألمانية أن أعلنت أنها بصدد تحديد أسعار الطاقة في بداية العام المقبل لتخفيف العب على مواطنيها وهي خطوة جاءت مخالفة لتوجهات المفوضية الأوروبية بشأن توحيد أسعار الطاقة مخاوف برلين من تأثير الطقس المتجمد على اقتصادها الأكبر في أوروبا تزيد حالة عدم اليقين التي تسود بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب نقص أو انقطاع الغاز الروسي فقد تحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أوروبا قد تواجه خطر نفاذ الغاز خلال الشتاء العام المقبل وقالت الوكالة إن الاتحاد الأوروبي قد يشهد نقصا في مخزون الغاز يقدر بـ 30 مليار متر مكعب إذا توقفت الإمدادات الروسية بشكل كامل خصوصا في لل عجز البدائل عن سد الحاجة من الطاقة